على اي فهم احلى غد يوم انا نحب نركز على قصة المراقبين الاجانب رفض دخول الوفد البرلمان الاوروبي رفض حضور ملاحظين اجانب في الانتخابات متاعنا الرئيس يتقدم على خط السيادة الوطنية مراد ولا تشوفه خطاب غير عقلاني سيكون مكلف بالنسبة لتونس هو السيادة مكلفة عبر التاريخ اللي يحب يكون عنده سيادة ويحب يكون عنده استقلالية قرار واللي يعتبر انه ارض بلاده مهيش مباحة للجميع واللي يعتبر انه بلاده مهيش نقصها شي وما تحتاجش الشهادة من عند اي انكان يعرف انه هذا بيش تكلفه هذا جيد ولا لا؟ حاسب رأيك مراد هذا على مستوى المبدأ جيد جدا انا بصراحة من الناس اللي نعتبر اليوم في مسألة الديمقراطية والحريات مراش عليش الغرب يعطي فينا في الدروس ونفس النواب هذوما اللي كانوا جايين ما سمعت حتى واحد منهم اتكلم في مسألة التأشيرة والفيزاء للدفاع على حقوق المهاجرين في التنقل اللي هو حق دولي واللي 90% من اللي زيفوريان واللي جينيا وحتى التوينسا اللي قاعدين يخلطوا اليوم اللامبيدوزا موجودين في حالة من الاهترال الاقتصادي بسبب كذلك فرنسا وسياسيتها في فريقيا مرادك اذا تساند قرار التونسي في رفض دخول وفد البرلمان الأوروبي انا نعتبره على مستوى المبدأ قرار على العموم ينجم يكون مفهوم انا معاها القرار هذي نعتبره قرار لا 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 انا معاها القرار هذي فقط اتساءل هل انا واعيين احنا بالكلفة انتاعوا بوان الالين كان كان سيدر بيانسور بش تكون كلفة لانك تحب ولا تكره انتي اليوم انتي كنت على باب امضع اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي تخلي اي مواطن تونسي ينجم يمشي يشكي امام المحكمة الاوروبية للدفاع على حقوق الانسان اذا كان فيما مشكلة او هو ضحية في مسألة الحرية داري ذولي مادام موسي في بالي بش تاخل التوجه هذي كان مانيش غالت في على نوايها انتوكا دونك انتي في شراكة مع الاتحاد الاوروبي الاشكالوين الاتحاد الاوروبي يعتبر انك انتي لازم تحسن امورك في مسألة ديموقراطية والحريات ويعتبر روح وهو عنده نوع كيفش نجم نسميوه من القدرة وانه يعطيك سك في انك انتي احترمت الحريات ولا ما احترمتش حريات احنا مراد هذي معلومة هذي معلومة من مصادر داخل ادارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي لن تكون هناك ردة فاعل مراد ما عدل بيان بيانها اهبط معناها باسم الكوميسيون في البرلمان موضوع الخلاف هذا في دخولها في الوقت الحاضر تبقى سيكون هناك نقاش رسمي في ديسمبر خلال اجتماع مجلس الاتحاد الاوروبي بخصوص الاتفاقية مع تونس حول الهجرة وبش يتناولوا زوز خيارات يا الالغاء الكامل للاتفاقية يا انزال بونت جديد فيها يتعلق بالحقوق والحريات والمواضيع السياسية وهذه حاجة جديدة وزوز الاطراف اللي تدفع في هذا الاتجاه المانيا خاصة ومن وراها فرنسا شوف اذا كان التدفق متاع المهاجرين يتعاود كما قاعد يصار منذ البارح ولولت البارح على لمبادوزا نأكد لك وانه جزء كبير من البلدان الاوروبية لا بش تلوج على الحريات ولا حد شيء بش تلوج اولا اشعام لتونس لانه تونس هي اللي قاعدة حل اللعب ومخلي المهاجرين يمشيوا لتاليا هذي كله امور متاعا وانا ديما نحب نذكر حاجة لانه زيدا نذكر حتى الاصدقائي اللي هوم ينجم يكونوا من المعارضين القيسعي وينتميوا لشق معين انا ديما نقول البلدان الاوروبية هذي تبتشي بمكيالين مع بلدان الخليج وبلدان المغرب العربي سامحني اخي فراسة ولا المانيا ولا بريتانيا ولا امريكا قاعدة تثبت في بلدان الخليج وممارسيتها ديمقراطية نحبش نسمي بلاد معينة لكن انتي تعرف وانتي تعرف يعني الناس كل تعرف اللي العالم عالم مصالح يلا ولكن نجيب يقول لك مراد زيدا خمامتي في الكلفة طوى عقلانيا تنجم تواجه وتقطعه وقادم على انتخابات وترفض حضور الملاحظين الاجانب وبعد تقعد في ازمة شرعية والتي خميت صحيحة ومش صحيحة يعني في نهاية الامر هل فيه تقدير ام الوجهة اخرى زيدا مراد يجاو بروحه يقول السيادة كلفتها غالية السيادة كلفتها غالية برهين ونحن التوجه هذي بتاع السيادة وطنية اللي يبيع فيها الاشراء ولو كين قيموا معتها في تقديري انا البرلماني نظومة اللي منعتون صدخولهم ما عندهمش تأثير داخل بلدانهم في الاتحاد الأوروبي خطر كتلهم كتلهم مش قيابارشا الثاني ان الدول الدول كل دولة وحدة في الاتحاد الأوروبي ولا معادش مصلحة موحدة معادش مصلحة موحدة كل دولة وحدة والبرلماني الاوروبي بعض فضيحة بتاع قطر التمويل بتاع نايب ترئيس البرلمان والسوارد الحب وكذا ما نجامش يعطي درس الدول بعض الفضيحة اللي خرجت اذا كيف نجامش يعطي درس الدول الحاجة الثانية اللي جلب تنتباه سينابي العمار مع أنتها الوثيقة خرجت من أوروبا مش من تونس مع أنتها سينابيل عبار بالموقف الإخذية موقف مشرف رويالز ما يتباهى فيه ويفتخر به ويعلن عليه مش من أوروبا نسمعه سينابيل عمار على رأس ديبلوماسية على رأس عمل ديبلوماسي مش على رأس حزب سياسي بعث قال لهم وراكم ما كومش مرحب بكم من المفروض اللي بعثها تخرجها تونس لكن هو خرجها لاتحاد الأوروبي لأنه هذا فخر لنا وقت رئيس الجمهورية البارح لأنه اليوم في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية هو يعبر على الموقف السيادية وقت يقول غير مرحب في لقاءه مع لعضاء الجدد لهذه الانتخابات في هذا اليمين يقول غير مرحب بالمراحبين الأجانب مع أنتها هي خطوة كبيرة لأنه المراحبين الأجانب مقبل كينو يجو سواء انتخابات مقبل 2011 بتاع بن علي ولا من بعد يبقوا في أضخم وكرة رئيس الجمهورية يقال مخاطبا أعضاء هيئة الانتخابات قال لهم هذو ما غير مرحب بهم هذو ما كانوا يجيوا يعطيوا شهادات يعرفوا أنه الانتخابات مزورة ورغم ذلك يهنيوا في الشعب التونسي نجيب ألا يسقط الرئيس الجمهورية في نوع من التناقض وقت اللي يعرف أنه طلعته انتخابات 2019 انتخابات كانوا فيها ملاحظين أجانب وهنيوا فيها الشعب التونسي وكامل الديمقراطية الرئيس بكما قال يعني بمبالغ ضئيلة بحملة انتخابية واسعة تمكنها من الصعود إلى الحكم وإلى السلطة علش التشكيك في انتخابات سعدت الرئيس هي التشكيك بدت لأنه الرئيس يحكي في ثمانين بنيون من كلم وعلى أقبل للفين وحداش لأنه انتخابات بن علي كانت يحضروا مراقبين واجي تهنيات لأ قليا قليا لأ قليا كان يجي اللي قاعدوا يجيوا بعد التابع الجمع العربية ويبعثوا ويبخثوا التهاني ويبخثوا كذا ومبروك الانتخابات بعد الفين وحداش أبورين القاسي الديمقراطية رئيس لا يقصد انتخابات ما بعد الفين وحداش فيه و جييك بعد الفين وحداش القاسي وديني يعرف اللي المال السياسي ودول من الدخلها بالصوار تعطي تتمول في جهات معينة تأثر في الانتخابات سعود رئيس يقول انتخابات سعادته هذه اللي هو شكك فيها نقول لك الرئيس تلاعب في ظروف تاريخية معينة يقول لك الرئيس زلجة رب سبحان الله حب ينقذ هالبدة دي بش تلاعب قيس عينة تلاعب بما سار شوف الرئيس ما يحبش يقبل فكرة وأنه هو ابن المخاذ الديموقراطي اللي سار بعد الفين وحداش الرئيس ابن الانتقال الديموقراطي تحب ولا تكره تقول عليها وقت الرئيس يقول هذه عشرية السوداء ينسى وأنه العشرية السوداء هي اللي طلعته الاليات متاع العشرية السوداء هي اللي طلعته الشعب طلعوا كما الشعب طلع البيجي كما طلع النهضة يا ولدي عليش مش كيف كير لأنه الرئيس ازغل الله هم ضرب الظالمين واخرجنا منهم سالمين يا ولدي انتي تعكي في تفاصيل اللصوص تعركوا في بعضهم ازليك خيس يا ولدي ربي في الوجود كما قيل رشيد عمار كما قيل رشيد عمار تحميها ولية الله صلى الله عليه الحمد اليت فيها اليت تحليل هو يعملك في تيعلق النجيب عمق شوية معه لا لا خاتر هو اعطاك تحليل قالك في نهاية الامر رئيس جمهورية هو ولد الانتقال الديموقراطي اللي هو ينتقد فيه لو لا حرية الاعلام اللي خليت اتوين سيعرفوا الرئيس في ناشة اخبار الثمانية لو لا حرية التنظم حرية التحرك حرية القيام بحملة تخبية ياسي نجيب ياسي نجيب رئيس لا 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 لأنه هو دارها زنجة زنجة دار دار لا لا ياسي نجيب كان جاءوا الحزاب اللي انتوما تسبوا فيهم ليلة نهارا مسيطرين كيما تقولوا انتوما وحتى حد ما يتكلم رأوا الرئيس كان عنده حملة ضده مصردش حملة ضده وقت الانتخاب رأوا الرئيس الرئيس كيفيش تلاعو حبوه الناس مو كان يقلد وميقالو ويردوه محموبك الرئيس عندها تليفون يستنى فينا بشي عتينا على وضع المواد التموينية في الأخر مع الحديث حتى الرئيس قر وقال لك الحليب بشي تقصها بشي نفهموا لحكاية هذه ووضع تموين السوق بالضبط تليفون مع أريج بعد مسيل ما تعطي الأخبار وقبلها شي ما تعطي لعندها ما تعطي مسيل ما تعطي الأخبار كهو 33 دقيقة نذكركم ريبوندور اميشيون اميشيون تضغط رقم الثنين وتسجل رأيك ليندرا الفريب ما زال في متناول المواطن التونسي وإلا أيضا الحق في مع موجة الارتفاع المشط للأسعار الفريب غلاع التوينسة ولا ما زال في متناول التوينسة نسمعوا رأيكم وتسجلوا في ريبوندور اميشيون اميشيون توا أريج تعطينا الفريفود لنفو سباح الخير برهين مرحبا بكافة مستمعي إذاعة إيافان بيش نحكيه اليوم في اللوفري فود لنفو على الأخبار اللي تم تنقلها في الواقع وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي التساؤلات حاول هل فعلا عنا أزمة عنا نقص في المواد الغذائية ولا لي شنو أصحيح من الغالط في هذي الكل نحب ونخلو لمحة على الواقع في السوق معانا عبر الهاتف مشكور جدا سعلي الفوراتي رئيس الغرفة الجهوية لموزعي المواد الغذائية بالجملة ببن عروس ألو سبا أخير سعلي سبا أخير سبا أخير هارك تايب مرسي على الانفتاسيون تحية لكافة مستمعية إيافان شكرا لك سعلي على تدخل معنا نحكيه على التساؤلات بين المواطنين فما ليقول لك فما نقص في بعض المواد اللي يقول لك نراه في حاجة عادية هل نحن فعلا في أزمة أو على أبويب أزمة شنو صحيح من الغالط في السوق حسب ما أنتم ما تليحدوا فيه في خدمتكم تفضل والله بسيفتي رأيس غطة جهوية في بن عروس وغضو في الغرفة الوطنية ونشاره مع القيان في دولة الولايات الكل أما نقص هي أزمة عالمية وإقليمية بين سيروا وحكينا في الموضوع وهذا عبر قناوات تقبل لكن المشكلة فكرة أحنا في تونس قاعدين نوردوا في المواد الأساسية ونوردوا في الماتير برينير المواد الأولية اللي نصع بها المواد عندها فينان اللي يقع توزيحها على المسانع ويقع رفينها جميزها توزيحها عن طريق معنا تمنى سيرك التوزيح ودجار التفصيل وما يسمى الغران في الفاس ومغازيات الكبرى لكن المشكلة ماش مشكلة توزيح مشكلة أنه المواد هذه يتكسمى أزمة عملة صعبة ثم نقص في الكميات اللي قاعدة معنتها تتورد التونس مشكلة نحكيه على المواد الأساسية ثم مواد الأساسية ثم مواد الغذائية ثم مواد تنفيذ عندها ثم أدت هدو ما سيعلي المواد الموردة أحنا نوردوه كما القهوة نوردو في القهوة نحنا بينسي نوردو والسكر والسكر نوردو فيه زادة نوردوه بريد معنا تخام ويقع لكن المشكلة أنه المصنع الموجود في تونس في بيجا مرة يستغل مرة ما يستغل تعرقيل معنا تفهم تفايرون تكنيك هذا ما نعفوز سيعلي سيعلي اليوم اليوم الخمسة السبتمبر الأحديث بين الحقيقة بين الخيل بين الإشاعة بين محاولة تحضير إشاعة الحليب مثلا جماعة يقولوا لا لن يكون هناك أزمة تدخل تدخل بعض العطار يقول لك خوض من توا راه الجمعة الجاية تنجم لأمور الطيح ما حقيقة التموين في الحليب خلنبدأ واضحين راه بالنسبة للحليب ومشتقات جبونات ومشتقات الحليب بشفة عامة راه مصانع الحليب عندهم شركة توزيع خاصة وحدهم الذي يعتبر في نظرنا أحنا أنه هذا يسمى احتكار معنا أنت أنت تصنع في الحليب ومشتقاته وتوزع عن تلك شركة توزيع رازع بالنظر للمصانع هذه ويقوم بالتوزيع أحنا كتجار جملة ما نشقعدين نوزعه فيه للتجار التفصيل ولهذا سؤال يجب أن يقع تطرحه على مصانع الحليب ولا الغرفة الوطنية لمجمعي الحليب ولا مصانع الحليب ومشتقات خاطر الحليب رايزنا لكم أنه شاحينات المصانع هم ديوزعوا على التجار التفصيل يعني ما عندك شنط في السلاحية بشتعرفنش فما في قادم الأيام وما يسمى بالأكشيك خاطر شكون اللي دهو الاقتصاد في العشرية نصفاتكم تحكيو على العشرية الأكشيك هذي والمحلات الغير القانونية والمحلات اللي ما عندك معرف جيبائي هذو ما اللي راهوا قاعدين يدوروا في الاقتصاد خاطر في اللخ هذو ما ناس معناتها ما نعرفوهم شو شكونهم وما عندهم ش ما تركوا فيسكار وما همش قاعدين يأديوا في الواجب معناتها الضريبين بتاعهم معناتها الهوية بتاعهم في نالمون في بورغين يلزم يفهم الناس يبقوا في العظم يبقوا في الحليب يبقوا في اليرمور معناتها حاجة غير عدي سعلي 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 تقول انت بما انك شد الغرفة بتاع التوزيع الموزين بش نسألوا اسألوا بش السيدة المستمعيني تحصل لهم الافادة فما روز توو روز موجود اما بكمية زائلة الروز لا بيض اللي موجود ولا لا لا موجود الروز حتى لا صرح لكن المشكلة انو مدام تم سلعة ناخصة التجار الجملة يتزودوا مش يومين فما سميدو فارينا اكل الباكويت يوم في مكان الباكويت ما يتبعش فراك معاندها فما في العطار يا سيد علي باكلمزين اللي حلو معاند باكلمز معاندها ففما زيت حاكم لا طوما في الوقت حالي ما تماش عنده شهر من اللي جاء طوما زي معاودوش الدولة ما عودتش القاد مزود السميد والفارينا موجودين موجود السميد والفارينا موجودين كان زيد الحاكم مش موجود موجودين 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 ادخل خاطر احنا في تونس كله مورد. مش ازمة بتاع فلسة ومن لخي رايه نمشوا لابن. مش. تحتة في فرنسا. وفي نروف الناس شدة صف في بريتانيا ياخذوا في اربع كعبة طماطب. هذي مش معنتها. اللي يروجوا لي تونس فلسط ومعاتش فما ماكلة. ومشي الكلها ما فمش منها الحديث اذا. اللي الترويجة زي ما انت. ما انت ايب ان واحد تونسي وعنده بطاقة فاريس تونسية. ولو حتى كان ثمة ازمة. كما في عائلة تبدأ ثمة ازمة عائلية الداخل. ما الناس نخرجوهاش البر. قاتل احنا في تونس ثمانات هزة برشة فلوس العشرية تحب كونوا واضحين. ثمانات جاءت هزة فلوس البنوك العمومي. مراد تصغيدش عنا فيه. ماش نحكيوه. لا نحكيش على المراد. انا نحكي. انا نحكي كريب من الوضع. سبح الخير سي علي. خلي واصل سي علي. خلي واصل. ما تنسهرش في هال اشاعات معنا عايش خويس. خلي واصل. خلي واصل. خلي واصل. ماشي. اشاعات شنوه سي. هالي يحكي عليها. طوينا نخوف الفلوس. لا لا هو سي علي قال لك انتي ختيك. لكن قال لك فما ناس استوليت عن الاموال العمومية. واصل سي علي فتحلي لك. ايه. ايه سمي. واضح الواضح. الواضح. انا كشفت كل بودرشيف هذا سيد رئيس البنك في ليه. ايه. زخص معناتها. ناس تاخوا في قروب بدون بيدون معنات رامانات. مش معقول. فهمت؟ معناتها غير. ونسمع في الموديه المساعدة تخلوا ضغوطات. ايه. شوفي عاد بنعليه سمي ضغوطات. مبعد الثورة مبعد ربعت عجلان ليه سمي ضغوطات. شنية لم تي ضغوطات. ملعنا عنا ضغوطات. باش من نبيعوش سلعة ولا ما نعملوش ليه. دميك ضغوطات. شوف. واضح. احنا في تونس كل شي متوافر لكن بريوديك مو. مش كل يوم موجودة سلعة. اخات سمي نقص. نقص. توكيمة في المشروبات الغازية. اخات الماتير برمير السيودو اللي عم بيها الضغط متاع المشروبات الغازية. نقص عنا المصنع الموجود في سيدي ثابت من ولاية رينا. في البانديمت عام. عام برج. سمتني. بالنسبة للسكر نقص شوية خطر قاعدين نتزودوا من البريزيل من الهند من الجزائر نجيبوه فيه بروت نقع معنتها. اه. كيف يشفها في نجم تيها وفي بيجة. لكن المصنع بيجة معصر. سمتني. واضح. واضح. واضح سعلي. شكرا لك سعلي الفورات رئيس الغرفة الجهوية الموزيعي المواد الغذائية بالجملة ببنعروس على كل هذه التوضيحات فيما يخص ازمة او نقص المواد الغذائية الاساسية. اش عندنا في الحكاية الاخرى للبارح زادة سعليها الكثير من الحبر. بالضبط ابرز اخبار كان دار البرح بعض. بعد نشر وزارة الداخلية لبلاغ تقول فيه انه تم حجز بضاقع مهربة بحافلة تابعة لأحدى جمعيات كرة القدم. نحكيه على جمعية بن جردين. وانا تمكنت دورية من ايقاف الحافلة هذية التي تابعة لجمعية بن جردين. ولقات فيها كميات من المواد المهربة اللي قدرت قيمتها الجملية بحوالي 231 الف دينار. نحكيه على 121 كيلو جيراك عادي و24 كيلو معاصل فخر. نحكيه على تلفز وعلى دي سمارتفون. زميلي ايمان زروق كان معاها او ضيفه عبر الهاتف البارح. سيعلي مارس نطق رسمي باسم جمعية بن جردين ونئب الرئيس. رئيس الجمعية نذكره انه كان استقال بعد الحادثة هذية. خلينا نسمعه سيعلي مارس شنو اعلق بعد الحادثة هذية ونرجع نعلقه. نحن مجروفين وبالله بالله بكل لقطة لتزيدونا جرح على جرح. فانا نحن نحتاج كلمة طيبة نحن نحتاج التضامن. نحن ندين باشد عبارات الادانة. اي انسان ينص جمعية بن جردين. اللي تولي الكارب بتاع بن جردين. مرت على الكنترا. يعني هذا عمل الجبان. لان اللي يحب يهز الكنترا لازم يبعد على الجمعية. اللي يحب يهز الكنترا لازم يخدم الكنترا الراجل كم يقولها في بن جردين. لازم ما يتخباش وراء الجمعية. ما يتخباش وراء الجمعية. والجمعية رأي ما يشي ملك بوه. رأي ملك البن جرديني الكل مصغير الكبير. نحن كهيئة مديرة. وانا محكي معك ناطق رسمي ونائب الرئيس. نحن في اقصى حالات الغضب. وفي لأقصى حالات الحرارة لم يقع حدها لأننا لم نحن علاقة بالموضوع هذا لأنه تم شخص الله يسامحه وأنا مليش مش نذكر اسمه يعني هو صاحب البضعة هذية هو حمل البضعة هذية بيتواطن مننا طراب أخرين من ناس من بره مزال البحث الجاري في الموضوع هذا والهيئة اتخذت ضده إجراء يعني قاسي في الحيض ولكن نحن ما لازمش نتحمله يعني مسؤولية أكثر من اللي تحملناها هو ليس من الهيئة للأمان هو ليس من الهيئة ولكن هو مقرب من الهيئة خريب جدا من الهيئة ونسكل تعرفه نحن ملاش باش نبرره نحن ولكن هو غلط وباش ياخذ الجزاء هو كان موجود في الحافلة كان هذية توضيح متاع سيع اللي مارس نتقى رسمي باسم جامعة بن جردين ونائب الرئيس فيما يخص الشخص هذية المقرب من الهيئة هو رئيس هذية لحباء بالضبط هو محبش هو رئيس هذية لحباء هو اللي يطلع في الكار وهيز معاه السلعة هذي الكل ايوه دوك كين هو محبش يذكر الاسم والمواسئين معا هو قل هو عبد من البرة ومن خارج المحيط هو وصفه بانه مقرب من الهيئة قام باستغلال الحافلة هذية بتاع الجامعية وكين قام بين يداء سعليل بيرح قال انه ما تستغلوش اسم الجامعية في الحادثة اللي صارت بالاسف مراد تعليقك في الحكاية هذية تشوف هذية شو نكونوا واضحين ساعة والحاجة التحية لهم زروق والفريق متاع والبيرح خدموا خدمة ممتازة جدا وهذا دي ما ذكرنا اللي عارنا رانا صحافين ممتازين في ايفام شهرة زيد عكيشة تكلمت في ايفام عوسيمة سعفي جامعيد بن جردين تكلمت في ايفام مع ايمن شوف هذية قضية من النوع الثقيل كلم اريج مفهوم يقولك ما تستغلش هيك هذي معلومة بوريان جبناها مسمي وهذي سابقة لكن هاو فهم حاجة اسكمل فكرة ها تكمل فكرة موضوعيا موضوعيا الجامعية تتحمل مسؤولين مش نكونوا واضحين موضوعيا وحتى قانونيا لانو الكار هذيك تقول لي انت يخذيها فولين ولا فلتين الكار هذيك تابعة حتى في اوراقها حتى كي تتعدى حرس تابعة للجامعية فما خلل ما نجموش نقوله ما فماش خلل اذا كانك انت عندك جامعية عند الكار عندك مفتحة وتخلي هذيك الكل يطلع قريش قاعد بشعبها للكار هذيك وين كانت محطوطة الكار هذيك كانت محطوطة بحضاء مقر نادي بنعاش بالضبط وين مقر نادي عندي فكرة الملعب وين موجود لا اسكم مقر نادي هو وين الملعب دونتوليك الكار هذيك بشتعبيت الكمية اللي حكيت على اريج ولي حكال ايم البيع علي اقل تقدير بورهين انتع ستة سبعة سوية حتى حد ما كان عنده رقب علي ما والله ما ما فيش حاجة غريبة لعملية اخي مش قبل فما جوارتي دخله في الكوكا مع انت المأسلة هذي يواحد يتحامل مسؤولية مش جيت بنجردين بنضبط انا هنا اذا كان الفريق فيه وعليه بربي نجيب سمحني اتفضل اما قاعدين نشوفوا في حملة تنمر كبيرة على مدينة بياك يعني توا بنجردين وقت اللي كانوا اهاليها يتصديوا للكرتوش ووقت اللي كان سقطت لقدر الله راهي تونس كاملة سقطت والناس قاعدة حاطة سويق على سويقات وقاعدين يتبعوا في الحدث بتلافز وماليها حالين صدوراتها والامن والجيش والحرس موجود غديكة وكل ملحمة الكبيرة وحطيناها فوق الرأس توا تحولت القصة الحاتف هذية الى تنمر بكامل اهالي بنجردين وهذا الاختار يزيو يزيو الحكاية هذية حاصلت في كيران بتاع خليني ساكت في جمعيات اخرى اللي كانت حب تحل الملفات ايش حصل في كيران الجمعيات حبوا الحل الملفات ايش حصل في طائرات الجمعيات تودان العملية تودان مراد ولكن انت تحول الى احديث على اهالي بنجردين الكل اعتقد هذا غير مسبوع راو بورهين اهالينا اهالينا في بنجردين راو ما ينسوش لعبادي اللي بوصر الموفق قال وطني بالبطني مع انت المسألة عادية فما شكون بيع اه بقوادها الداخلية طي عادة ولا غريبة فالتشتش بقاودوا بالتاليفون وكنوا نجم وضاي كل من اللولي حبصها عاركة في بالضبط في اللونتوراش راهي الكنترا فيها عند بنجردين مشموعة مش شابه مش سبق واضح واضح يلا اهالي شهر وانستقبل الوفد الفرنسي وفد اليف تي يلا يلا ثمانية وثمانية وربعين دقيقة اللي هو حاجه جديد يبدو في اليفت كل نفسه نحن لاية ونحن نفعه ونزلوا من جزءا ومن شفصي توزير وحن اخير وغلاء ومن شفصيان على الجزء نحن نحن د économسك دوز فالتشتار ومن شعبها ومن شهر على من حتى دونسي ومن شهر ومن شهر ومن سفáticas ونصف ومن شهر 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 فشuttering يعني تكلفا قلبي لكزدر أنفس الوطنة طريقة للحديد من التنبيقات على الوطنة. سبحانب على المutيوم والأسطناء لهم جيدة للحديقة. أيضاً نعم لهمuje نسيارة من زيارة الدنسية. deste دون أيضاً لهم جيدة الدنسية في الحديث مع إيقافات الدليمة لكزدر كزدر لسولة الطريقة. لذلك نعم نعم لكزدر عليه قليل ورهل على الاحتيوب للحديد حيث على الأدفع. مكتب في Reddy فأي سأل تخيطا بين الزالحاتية في يموز المحلولهم لديكه ريسواني المدن التونسية بشي قدم دورات ولا بشي قدم ديكوغ ولا بالضبط الهنا اللي يسمع فينا كيف هي نجم ويرسموا ولادهم في الترسيم اللي ينظرها مفتوح وشنو قيمة الترسيم في المركز اللغات الخاص بالليفتي احنا عنا جنرالما في المركز اللغة للمعهد الفرنسي اربعة دورات في السنة الاربعة دورات دومها يلسون عنا دورة الخريف دورة الشيطاء دورة دورة الربيع ودورة الصيف حسب الفصول الدورة تقعد شهر ونص شهر ونص دونك اربعين ساعة للكبار حتى الصغار ساعة يعملوا اكثر شوية دونك الترسيم ديجا احنا توا عنا دورة الخريف قريبة دورة للكبار اللي اكثر من ثمانتاش سنة تبدأ نهار تسعة اكتوبر وطوف نهار تلاثين نوفمبر ادوما لليكوخ في وسط جمعة فما ديكوخ نهار تسبت للي ماينا جموش في وسط جمعة يبدأوا يقراوا منهار اربعة تاش اكتوبر حتى نهار تسعة ديسمبر اللي تسجيل يبدأ لزوم هم يتخلوا على سيت انستيتو فرانسي دو تونيزي بشال قاو في كالاندريه ديكوخ يتخلوا يخدوا موعد موعد محلول توا منهار اربعة تاش هذي للكبار منهار اربعة تاش حتى نهار اربعة واشرين يخدوا موعد بشيجي ويعملوا تس دو نيفو ويسجلوا بطبيعة لازم بش يعرفوا فانا فانا مستوي بش يقراوا ويعملوا التسجيل ويسجلوا فالدورة هذي منهار ستة وعشرين سبتمبر حتى نهار تسعة وعشرين سبتمبر فما الصغر الصغر احنا في البيت كارنو اللي هو في شرعة بريز اللي عرفوه الناس الكل عنا كل لثمنتاش انسنة معنا لأول أخرين الذين يسمونهم مستوى جانشارل الذين يسمون في نيبل في ميغرين في ميتياله ويهدوكم فيهم دروس لصغار وفا ما زادا كيف كيف التسجيل مفتوح تاو يتصلوا يدخلوا على ستنتين يلقوا أرقام لأول أول يتصلوا بهم وإلا يدخلوا على خاو ما معنا للمسيحيييييي يدخلوا على المتالجان في ميتيالو وإلعابران في إلعابران في ميبل في ميلي وإلا منتين يقولون المترجم للقناة نعم نورك عاماً لكيبيلتوزر نعم 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 نحن نشاول مدرسة إلى المطارع من أسنبري للهولد وكذلك نحن نعم نعيد بكيبيلتوزر وكذلك منا نشاول ملابطة بكثير من سلسل ربعنا بكثير من تفريضة جداً بكثير من المباتات جداً أوزللطة جداً وآتفززززمتزين ويسألت تقليل من المتعافات ويسألتين 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 notamment pour les gens qui veulent partir à l'étranger, en France, au Québec, en Suisse, dans l'espace francophone. Mais je le signale parce que ça me semble très important, les certifications et les diplômes, c'est aussi un plus pour les Tunisiens qui veulent se perfectionner dans leur travail et qui veulent rester en Tunisie. Parce que le but c'est ça, dans un pays, c'est toute cette jeunesse magnifique qui est en Tunisie, améliorer tout simplement leurs compétences langagières, notamment en français, pour pouvoir être les meilleurs et puis pouvoir avoir un avenir professionnel de très haute qualité et nous c'est ça, c'est notre credo je veux vraiment le dire au centre de langue c'est la qualité la qualité de l'enseignement et la qualité des diplômes pour les rendez-vous avec le public alors pour les rendez-vous avec le public lundi Tunis, mardi Nabel Amahmet mercredi Sousse jeudi Sfax vendredi Béja, non c'était le contraire Béja c'est le vin elle va vous le dire je m'aurai l'épaule interne donc Tunis n'est pas le montage c'est le montage aujourd'hui on est 19 Nébel c'est la salle de Bourgib on est 14 14 janvier très bien on est 21 en Bougafre on est 22 en Sfax à 100 mètres donc on est 23 au Tataouin au Tataouin جمهور المستمعين منتبهين برشا لكلام وصورتو الكلم اللي قالو مسيو جون شاغل بخصوص سرتيفكاسيون التوينسة اللي يسمون فينا شي يصلح لهم السرتيفكات بعد الدورة صورتو ربطها بحاجة مهمة اللي هي الفيزا التوينسة اسك السوال اللي يجي البال يجي البال التوينسة اليوم اسك دورة اليوم في السنتر دولانج تعالي افتي تنجم السرتيفكات اللي ياخدوها تسهل لهم قصة الفيزا والا لي هو احنا عنا عنا السرتيفكاتيون تكون ان بلوس على الاقل بيانسور عنا السرتيفكاتيون اللي هما التسي ايف اللي يستحقوه خاصة لزيتودين وقت اللي بشمشين هاي فسامحني خبرتك اكثر مني في الجانب هو نظير الطافل متاع الانجليز اي كيف ما هو نظير عندك ولا لزنغرفان اكزاكتما عندك التيف اللي يستحقوهم في الهجرة للكندا دونك احنا مركز يجيوا يعاديوا فيه الاجزامة هذي وكيف ما قال موسيو جون شارل معترف به والا والا الدروس تخول لهم انهم يحسنوا المستوى انتاحهم بش حتى اللي يعرف مثلا المستوى بعيد على المستوى المطلوب في السرتيفكاتيون ينجم يحسن المستوى وكي عادي السرتيفكاتيون يبدأ مرتاح بالضبط السرتيفكاتيون فما دي سرتيفكاتيون عن دورات تحذيرية ليهم مش كلهم بالضبط هما فما دورات تحذيرية دروس بشي حظروا بهم السرتيفكاتيون مهمة انها خاطر تخولهم في كيف ما قلت فما لزيتودان شستحقوها في لفاكولتين سياناكسي للفاكولتين مش لل فيزا فما دولة تحذيرية دولة تحذيرية ديولة لنساء في المنطقة سيكون هذا لا يعني عام أو شرعة ذلك هذا هو سيكون لديا يبحث. فأنا أريد أن أعطاقكم لي بحضورة وهذا سيكون حديث تعلق لديا عن ذك إلى الألف Um�فوا ينكرون أنه مع قبل أكثر إذا كان هناك جانب الألف هي شيئا الوقت أنها فقط وإلى صالح الأفضل الفي لإذن أنه يوم الغد للوزنة من عملكة القارب للبحoud كل شيء لا يعني فقط أفضل أني يفتح بشكل قسم أحنا نشاجع. نشاجع الناس في جيوية عدو. نحن نريد أن يكون لهم نحافظ في قرية أو في الميدان. سيدان شارك ، نعم. 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 سيدك ملتقاً لديك بقيد جميلة ومع المسابقين يبدو أولاً سمعتني جميع ملتقاً نشاهدت المفيدة ونبدأت نشاهده في هذا أولي دوري المعبنة في حيث ونعرفتكم خلقاً ونحن نتحدقاً ونجد روضي لتدرسيقين لكتبه في العملية وستشدامة وكتبه في أي مشاهدة ونحن نتوقف في الآن سلام عليكم ونحن رأسي إنشاء الله شكرا للمشاهدة بعد شوية مكملين في اميسيون امبوسيبل مع بورينة بسيس على ايفام احلى غاديو